السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة في المحاضرة رقم الاربعتاشر. اه في المحاضرة بتاعت النهاردة اه هنكمل اه في ادارة الحسابات الجزء الخاص بتهيئة نظام الحسابات اه في المحاضرة اللي فاتت المحاضرة عام حداشر واثناشر وثلاثتاشر. اه انتهينا من الجزء الخاص بالخيارات اه في تهيئة النظام الحسابات. فهنبدأ اه مع بعض النهاردة بتهيئة الفترات المحاسبية. هنتغل على ايكونة الفترات المحاسبية. هتفتح لنا النفذة بالشكل دوت او الشاشة بالشكل ده. اه الشاشة دي طبعا بتستخدم علشان اه نحط فيها او نهيئة من خلالها الفترة المحاسبية والسنة المالي. الفترات المحاسبية والسنة المالي اللي احنا هنشتغل خلالها. اه طبعا تعتبر من اهم شاشات النظام المحاسبي. اه بنستخدمها مرة واحدة اه في بداية اه السنة. علشان اه بنحط فيها الداتا الخاص بالفترات زي ما قلنا المالية اللي هي الشهور. اه اه جمالا السنة المالية بتاعتنا هتبدأ امتى وتنتهي امتى. علشان بعد كده نقدر نستعر التقارير ونعرف اه نحدد المركز المالي بتاعنا. ونعمل تقييم عام لنشاطنا. ونقدر كمان كل الفترة نعرف اه نسب الارباح والخسائر بتاعتنا دي. اه او قيم الارباح والخسائر ياسب بتاعتنا دي. اه طبعا بنستخدم الشاشة دي اه على حسب ما يتناسب اه مع اه حجم المنشأة ونشطها وطبيعة نشطها. فقد تكون اه منشأة بتشتغل فيه نشاط ما موسمي. فهيبدأ مش مش لازم يكون من شهر واحد. ممكن يكون من شهر اه خمسة من شهر ستة. ممكن يكون من اه اي شهر من شهور السنة وينتهي في السنة اللي بعدها. علشان كده الشاشة هنا بتسمح لنا ان احنا نعمل اه تداخل في السنوات الحقيقية ونعتبرها اه كسنة مالية واحدة. كمان ممكن نعمل تداخل في الشهور نفسها او الايام بتاعت الشهور. ده ان احنا يبدأ النقطة الفترة المالية من اي في الشهر. وهتنتهي في اه اليوم الى المالية في الشهر اللي بعده. بمعنى ان انا ممكن ابدأ السنة المالية بتاعي الشهر الماسلا في آآ يوم خمستاشر اتنين. اذا هانتهي الشهر دوت, او تنتهي الفترة المالية دايت في اربعتاشر تلاتة. وكذلك هتبدأ الفترة اللي بعدها في خمستاشر تلاتة وتنتين في اربعتاشر اربعة وهكذا. اه طبعا الشاشة العمل عليها سهل جدا. اه لكن ما بنقدرش نعدل على البيانات المتخلة في الشاشة بعد ما بنحط الدليل المحاسبي. يعني ازا تم رفع دليل محاسبي على قاعدة بيانات البرنامج. ما بنقدرش بعدك هنا نغير في السنة المالية. وبالتالي احنا هنا حتى لو ضغطنا تعديل. هنلاقي ان احنا مش قدرين نغير في البيانات لان احنا رفعنا اه في المحاضرة السابقة المحاضرة رقم اسف اه اتناشر. اه رفعنا فيها الدليل المحاسبي من الخيارات. من تحقيقة البيانات. وعملنا انشاء للدليل المحاسبي. وقبل ما نامق الانشاء للدليل المحاسبي. نتذكر مع بعض سريعا ان احنا هيقنا السلمة اللي هي من هنا. وانا هي هتبدأ معنا من شهر واحد الى شهر اتناشر. والسنة اللي هي سنة عشرين عشرين. وكان دي البيانات اللي احنا على اساسها عملنا انشاء للدليل المحاسبي. اما لو ما انشأتش لسه الدليل المحاسبي فانا اقدر اعدل على بعينات الشاشة. تعال نعرف ازاي بنستخدم الشاشة. عشان نقدر اه ازا لسه مهارة عن اش دليل المحاسبي. اضيف الفترات المالية والسنة مالية بتاعتنا عليها. بيستخدم بانها بضيف الحقول من والى الايام الخاصة اه او الجزء الخاص بالايام. من ام في يوم كام هتبدأ الفترة المالية وهتنتهي اه امتى? في يوم كام هتبدأ السنة المالية وهتنتهي امتى? اه بعد كده عندنا الشهور. بكتب هنا هتبدأ من شهر. اه كزا الى شهر كزا. ثم السنة اه بتاعتنا اللي هي هتكون سنة عشرين مسلا اه عشرين عشرين. اه عشرين ساعتاشر عشرين وعشرين اين كان. السنة اللي احنا بنعمل لها كريت او بنحطلها اه العينات بتاعتها. في المربع اللي تحت هنا او في الجدول الملحق هنا تحت. هنلاقي عندنا اول حاجة الشهور او الشهر في اللي عمود بتاعة شهر اتحبت الشهور اللي انا حتى اتهى فوق هنا. في خانات الشهور من شهر واحد الى شهر اتناشر. بالتتابع. بعد كده قدام كل شهر السنة. ثم اه هنا هنلاقي عندنا موقوف. في حالة ان انا عايز اعمل ايقاف للتعامل على اه هذه الفترة. اه هنا مغلق. اذا لا يمكن اتمام اي عمليات على هذه اه الفترة الا بعد ما نفتحها مرتين. طبعا للتسكير سريعا لازم قبل ما نعمل اغلق الفترة لنكون مرحلين كل العمليات في الفترة اللي قبلها او الشهر اللي قبله. انا ننتقل بعد كده الى شاشة اه مجموعات الحسابات. شاشة مجموعات الحسابات اه شاشة تعتبر اختيارية للعمل عليها. اه اه هنا من شاشة ديت بنقدر نكود مجموعات للحسابات. من خلالها نقدر نربط عليها الحسابات بعد كده. فمسلا ممكن نربط المجموعات المتشابهة. ممكن اعمل مسلا اه هنا مجموعة حسابات الموردين. اه وليكون او حسابات المساهمين حسابات العملاء. علشان اقدر بعد كده في التقارير استعرضهم بهذه الطريقة او عام طريق المجموعات فمثلا انا ممكن استعرض هنا حسابات المواردين بان هنا احطوا مثلا حساب المواردين وفعات مقدمة مع حساب المواردين العادي فهنا هقدر اشوف حسابات المواردين اجمالا مرة واحدة في التقارير ازاي بنقدر نشتغل على الشاشة هذا ما بنضغط اضافة هنلاقي رقم المجموعة بينزل اوتوماتيك او رمز المجموعة ثم بنكتب احنا هنا اسم المجموعة مثلا المواردين ثم حفظ اما لو انا بعمل مجموعة حسابات خاصة بالشركاء او اصحاب الشركة المساهمين في الشركة فبعلم هنا على بفعل تغير المساهمين وهيربط لي هنا الحسابات الخاصة بالشركاء او المساهمين مع بعض عشان يظهروا لي فيه تقرير واحدة طبعا مجموعات الحسابات هنا من الافضل ان انا اعمل لها كريت او انشئ مجموعات للحسابات قبل ما ارفع الدليل المحاسبي او قبل ما اقومش الدليل المحاسبي لكن لو اعملتهاش ممكن اعملها بعد وانشأت الدليل المحاسبي زي ما احنا شغالين دلوقتي ثم بعد كده ارجع للدليل المحاسبي علشان ارفقها بي يعني هنا هروح اربط بقى انا كده دخلت على شاشة الدليل المحاسبي من المدخلات وبعد كده هروح للحساب واجي مثلا هنا على حساب الاصول بعد ما بختار الحساب بعمل اه اه تعديل وببدأ احط على الحساب دوت المجموعة من خانة المجموعات طيب نرجع تاني لشاشة المجموعات الحسابية اي واسفة المجموعات الحسابات زي ما قلنا هنا الشاشة ممكن انشأها او اشتغل عليها قبل انشاء دليل المحاسبي او بعد انشاء الدليل المحاسبي لكن الافضل طبعا ان نشتغل عليها قبل انشاء الدليل المحاسبي هننتقل بعد كده الى شاشة مجموعة اه مراكز التكلفة اه هي نفس الفكرة لمجموعات الحسابات لكن هنا خاصة بمراكز اه التكلفة اه فهعمل اه كرية او انشاء لي اه مراكز مراكز التكلفة عن طريق الضغطة على الاضافة اوتوماتيك هيزهر لي رمز مركز التكلفة او رقم مركز التكلفة بعد كده بنضيف الاسم الخاص من مركز التكلفة وليكن مركز انشاء اه يمكن احصل لها اه دليل مراكز تكلفة او او ابل ما اه ادوام افع مراكز التكلفة دليل لمراكز التكلفة. او اه بعد ما ارفع مراكز التكلفة اه الحقيقية. ثم اه بعد كده بعمل تعديل على مراكز التكلفة واربطه بالمجموعة بتاعته. هي نفس الفكرة الخاصة بين مجموعة الحسابات. زي ما احنا شايفين هنا كل شاشة فتحناها بتفتح كتبويب فيه على الشاشة الرئيسية بتاعت ادارة الحسابات. فهنا اه الشاشات فتحة عندي كتبويبات. وعادي جدا ان انا قدر اشتغل عليهم. اه في وجود اه كل الشاشات. وفي حالة ان انا عايز اغلق هذه الشاشات باجي هنا على الشمال الخالص او في عن الايكون تكلوز ديت وبضغط عليها بيفلي الشاشة او التويب. بعد كده نروح لشاشة اه انواع القيود. طبعا اه شاشة انواع القيود اه ظهرت نتيجة تفعيل المتغير استخدام انواع الوثائق اه في القيود اللي هو كان فيه الخيارات. هنا في تهيئة نظام الحسابات في الخيارات. في خيارات العمليات. اه كان عندنا هنا. اه اسف فيه الخيارات العامة. اه استخدام انواع الوثائق في القيود. نتيجة تفعيل المتغير ده زي ما احنا شايفين. ظهرت لنا اه في اه تهيئة النظام الشاشة اللي هي الخاصة بانواع القيود. اولا لو ما كانش المتغير ده اه مفاعل اللي هو استخدام انواع الوثائق في القيود. ما كانتش الشاشة دي هتظهر. طيب. الشاشة دي ايه وظيفتها او شغلها ايه بالنسبة لنا. شاشة انواع قيود اليومية. الشاشة اللي من خلالها بقدر اعمل اه ترميز او اه بعمل اه انواع مختلفة بانشئ انواع مختلفة لقيود اليومية. فممكن اعمل مسلا قيود قفلات قيود تسويات. اه قيود تسوية جرد. اه قيود بنكية قيود اقفال فروق اه 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 ارباح وخسار. ايا كان انواع القيود اللي انا عايز اعملها. كل انواع القيود اللي انا عايز اعملها. آآ بضيفها مباشرة في ان انا بضغط على زر الاضافة. هينزل لنوع الوثيقة في نوع الوثيقة الرقم بتاعها. ثم هنا بكتب الاسم وليكن مسلا قيود تسويات بنكية. ثم بعد كده التسلسل هنا بيتكتب بشكل هدوي. آآ فانا ممكن اديله نفس رقم نوع الوثيقة اللي هو رقم واحد. عندنا بعد كده الجزء الخاص بالمتغيرات. آآ اللي هي تصحيح ضريبة القيمة المضافة ومقدم استيراء ضريبة القيمة المضافة. ومقدم الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة. هنشوف دول شغلهم ايه? وازاي بنستخدمه او في ايه بالزبط بنستخدمه. طبعا بنستخدمه ما احنا بنكرد او بننشئ انواع القيود اليومية. فلو بنشئ نوع قيد يومية لتصحيح ضريبة القيمة المضافة. يعني آآ ببساطة شديدة. آآ لو حصل فرق آآ في الاقرار الضريبي آآ سواء زيادة او نقص مسلا. وانا عايز اصحح آآ الفرق دوت فعايز اصحح قيد يومية. فهنا هيكون التصحيح دوت بنوع قيد يومية. او عايز انشئ قيد يومية لتصحيح هذا الخطأ. اللي كان الظهر بزيادة وبالنص في الاقرار الضريبي. فلما بقونشئ هنا كده بعمل اضافة للنوع الجديد لقيد اليومية. هنا هكتب اسمه تصحيح فروق باخرار الضريبي. فهيكون طبعا خاص بي آآ او هفعل مع المتغير تصحيح دوت القيمة المضافة. نيجي بعد كده للتسلسل هدي نفس رقم البثيقة اللي هو رقم اجنين. آآ ليه انا بدي في التسلسل آآ هنا في رقم التسلسل آآ رقم مختلف في كل مرة. يعني مسلا في المرة اللي فاتت او في النوع اللي فات اللي هو قيود التسويات البنكية مسلا اديته رقم واحد وهنا اديته رقم اتنين. علشان آآ انا عايز كل نوع من من انواع القيود ديت. آآ تاخد آآ تسلسل آآ آآ مستقل. آآ عن آآ النوع التاني. فهنا كل نوع من دور لما يجي آآ آآ اختار في آآ قيود اليومية في شاشة قيود اليومية. ان انا عايز اعمل النوع دوت هيدي له تسلسل على حسب النوع. اما لو حطيت رقم واحد يعني لو شلت انا رقم ده خليت رقم واحد برضو. زي اللي فاتت. فهنا هياخده نفس التسلسل هيكون في نفس التسلسل. يعني هتبقى كده قيود تسويات البنكية وقيود فروق الاقرار الضريبي او تصحيح فروق الاقرار الضريبي. كلهم ماشيين في تسلسل يبدأ من رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكزا بالتسلسل اي اجان النوعي. اما لما بدي في رقم التسلسل هنا ارقام مختلفة لكل نوع فهنا النزام اوتوماتيك هيدي لكل نوع تسلسل مختلف طبعا يبدأ برقم واحدة. طيب. بعد كده بعمل حفظ. نيجي بقى للجزء الخاص او المتغير الخاص بمقدم استيراد آآ ضريبة القيمة المضافة. هي هي آآ نفس الفكرة بتاعت تصفيح ضريبة القيمة المضافة. فهنا هنا كده بضيف نوع آآ خاص آآ بالمقدم اللي بتدفع للضريبة. فانا هنا مثلا هقول آآ ضرائب. مقدمة. طبعا هدي في التسلسل رقم مختلف عن اللي فاته. يعني هي قدينا واحد واثنين هنا هدي تلاتة علشان ياخد آآ تسلسل لوحده. آآ وزا فاعل معي المتغير آآ مقدم استيراد ضريبة القيمة المضافة. علشان آآ النظام آآ يحسب لي الضريبة بتاعت مش يحسب لي آسف. آآ يسمح لي ان انا اعمل قيد آآ عن الجمارك او قيمة الجمارك اللي بتدفع لما باجي اعمل آآ استيراد لبضاعة آآ من الخارج او مشتريات آآ من دول تانية يعني آآ فهزبط المصروفات الخاصة بيها في قيد او سندات صرفة في النظام آآ وزي مسلا المصروفات ديت اللي هي مصروفات آآ فاتورة الشحن والفاتورة قيمة البضاعة والتأمين والجمارك وكزا وكزا وغيرها. فهنا هستخدمها هستخدم هذا المتغير علشان النظام يسمح لي ان انا اضيف الحاجات ديت في قيد آآ يومية في نوع خاص آآ بيها. بعد كده آآ هعمل حفظ طبعا هعمل اضافة جديدة. هستخدم فيها آآ مقدم احتساب آآ الاحتساب العكسي لضربة القيمة المضافة. وطبعا. هنا آآ انا بعمل آآ أو بضيف آآ نوع آآ هيحسب لي الضريبة بطريقة عكسية. لصالح المصلحة يعني. الطبيعي ان انا بقول الضريبة اما باجي آآ اسجل الضريبة آآ بسجل الضريبة على الشركة. للمصلحة. آآ فهنا هيخليني اسجل للمصلحة مباشرة. آآ زي مسلا آآ ضرائب اللي بتيجي في ضرائب الفيات الخاصة بالفواتير. المبيعات اللي بيتفعها العميل. آآ في المبيعات. او مسلا آآ في حالات زي آآ الدول اللي هي بتتفق آآ ان هي ما بتدفعش البعض آآ ضريبة قيمة مضافة آآ في الجمارك ما بينهم. زي مسلا دول الاتحاد الاوروبي ودول دول مجلس التعاون الخليجي آآ وما الى زي. فهنا هستقبل معاهم المتغير مقدم احتساب الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة علشان اقدر اعمل قيد السيستم يسمح لي ان انا اكارية قيد يحسب لي الضريبة بشكل عكسي. دي كده آآ آآ الجزء الخاص بآآ شاشة آآ انواع قيود آآ اليومي. آآ وده كان الجزء الخاص بمحاضرة النهاردة. تمانياتي نهايكم كانت محاضرة سهلة وطبعا تمانياتي ليكم بالتوفيق وما تنسوش تتابعونا على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. وتحياتي لان ارقاكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة